اشتركوا في القناة افران المايكرو ويف على طول اللي احنا بنستخدمها في المنازل في التسخين ودي من استخدامات المايكرو ويف لكن كلمة مايكرو ويف بشكل عام او موجات المايكرو ويف يعني معناها ايه معناها موجات اطوال موجاتها قصيرة جدا كلمة مايكرو يعني معناها ايه قصيرة جدا ويف يعني معناها موجات فيبقى لما نيجي نقول موجات المايكرو ويف يعني معناها موجات لاسلكية أطوال موجاتها قصيرة جدا وناخد بالنا السؤال دو بيجي في الامتحانات في صورة أكمل أو في صورة صحة وغلط أو في اختيارات يقولك موجات الميكرويف هي موجات أطوال موجاتها قصيرة جدا ولا قصيرة ولا طويلة طبعا موجات الميكرويف زي ما قلنا هي موجات ايه قصيرة جدا ويعني ايه أطوال موجاتها قصيرة جدا يعني تردداتها عالية جدا فهي ترددات الميكرويف بتكون بالجيجة هرتز. طيب استخدامات بقى المايكرويف احنا بنستخدمها في استخدامات كتير جدا. زي ايه? عندي اول حاجة مثلا في الاتصالات آآ الفضائية والاكمار الصناعية. كلنا عارفين طبعا الاكمار الصناعية واحنا بنستخدم عندنا الروسيفر علشان نستقبل القنوات الفضائية عن طريق الاكمار الصناعية. فالموجات هنا اللي احنا بنستخدمها للارسال والاستقبال من الاكمار الصناعية بتكون موجات في نطاق المايكرويف. طيب في استخدامات تانية زي تقنيات الرادار العسكرية والمدنية. يعني ايه? احنا عارفين طبعا في الجيش مثلا بيقى في آآ انظمة رادار. الرادار طبعا احنا عارفين انه هو عبارة عن جهاز ارسال واستقبال لاسلكي. بيرسل موجات طبعا لاسلكية بتكون آآ تردداتها عالية جدا. ومن خلالها بيقدر ان هو يكتشف الاهداف سواء اذا كانت سبتة او متحركة. يعني مثلا آآ رادار بيكون مضاد للطائرات. فبيرسل موجات لاسلكية في الجو. ولو في اي طيارة موجودة في الجو. الموجات دي بتصطدم بيها فبترتدي تاني بسرعة. فالرادار بيقدر ان هو يستقبلها ويقدر يحدد من خلالها آآ موضع وسرعة الطيارة وارتفاعها كمان. فيه طبعا استخدامات تانية زي الملاحة الجوية والبحرية. يعني برضو الطيارات والسفن بيقى فيها اجهزة لاسلكية واجهزة رادار بتستخدمها طبعا علشان تحدد وجهتها. يعني السفينة وهي ماشية في وسط البحر. طبعا الكبطان بتاع السفينة بيقدر يحدد الاتجاهات بتاعته ازاي? عن طريق برضو اه اجهزة رادار. خلاص? وبيبقى فيه انظمة كمان لتحديد المواقع. فالاجهزة ديت طبعا بتستخدم نطاقة رددات المايكرو ويف. والطائرات نفس الكلام. فيه استخدامات تانية زي استخدامات طبية وصناعية. يعني موجات المايكرو ويف بنستخدمها في الطب كمان. ازاي? في عندي مثلا استخدامات موجات المايكرو ويف في معالجة الاورام. وبتستخدم كمان في معالجة النفايات. دي بقى في المصانع. يعني احنا عارفين طبعا النفايات يعني مخلفات. مخلفات المصانع بيبقى فيها مواد بتكون ضرة. والمواد ديت ممكن تكون مواد مشعة او بتطلع اشعاعات او بيبقى فيها مواد ضرة تضر بالانسان. فطبعا علشان يتخلصوا من الاشعاعات الضرة ديت بيتم تعريض النفايات دهيت لموجات المايكرو ويف. وزي ما احنا قلنا. موجات المايكرو ويف اطوال موجاتها قصيرة جدا. يعني معناها تردداتها عالية جدا. فطبعا الموجات ديت بتعمل ايه? بتأثر على النفايات دهيت وتتخلص من الاشعاعات الضرة اللي بتكون فيها. وبتستخدم كمان في التسخين. زي ما احنا قلنا في البداية افران المايكرو ويف المنزلية. طبعا افران المايكرو ويف هي بتستخدم برضو موجات المايكرو ويف. بس بتستخدمها بقى في التسخين. طبعا الموجات دي بتكون زي ما قلنا تردداتها عالية جدا. وبالنسبة الافران المايكرو ويف بيبقى الافران ديت بتستخدم ترددات حوالي اتنين ونص جيجا هيرتز. فالزبزبات او الموجات اللي تردداتها عالية جدا ديت بتعمل ايه? بتخلي الجزيقات بتاعة السوائل اللي موجودة في الاطعمة اللي احنا بنحطها في الفرن المايكرو ويف بتخليها تهتز وتحتك ببعضها بسرعة عالية جدا. فيتولد عنها طاقة حرارية وبسرعة عالية. بنستخدم طبعا موجات المايكرو ويف كمان. بنستخدمها في تقنيات التصوير والمرأبة. يعني معنا كده ان موجات المايكرو ويف لها استخدامات كتير جدا. بس طبعا احنا النهاردة هنركز على ايه? على اتصالات المايكرو ويف. يعني احنا طبعا بنستخدمها في ايه? موجات المايكرو ويف. زي ما قلنا في الاتصالات. طيب نيجي نبص كده مع بعض. اول حاجة طبعا موجات المايكرو ويف. واحنا قلنا موجات المايكرو ويف هي موجات لاسلكية. اطوال موجاتها قصيرة جدا. يعني معناه ان تردداتها بتكون عالية جدا. عندي بقى اهم استخدامات المايكرو ويف. طبعا زي ما احنا شايفين كده قدامنا استخدامات كتيرة ومتعددة. طبعا ممكن يجي لي برضو سؤال في الامتحان في صورة اكمل مثلا. او يقول لي اذكر بعض استخدامات المايكرو ويف. او يجيبها في صورة اكمل مثلا. يقول لك من استخدامات المايكرو ويف نقط ونقط. طيب انت مش مضطرر ان انت يعني تحفظ ده كله او تقول ده كله هيجي في سؤال واحد. لان الاستخدامات كتيرة زي ما احنا شايفين. بس لازم طبعا نكون عارفينهم. عندي اول حاجة من الاستخدامات الاتصالات الفضائية واتصالات الاكمار الصناعية. تاني حاجة تقنيات الرادار العسكرية والمدنية. طيب بالنسبة للعسكرية زي ايه? المراكبة والملاحة الجوية والعسكرية. يعني زي ما قلنا السفن والطائرات بيبقى فيها طبعا اجهزة لاسلكية. وبترسل موجات طبعا بتكون في نطاق ايه? المايكرو ويف. وبقى فيها اجهزة رادار طبعا زي ما قلنا برضو. علشان بتحدد الاهداف اللي بتكون اه يعني في نطاق طبعا الطائرة او زا كانت سفينة في البحر. تاني حاجة توجيه الاسلحة. اه يعني احنا بنستخدم برضو اه في الاستخدامات العسكرية توجيه الاسلحة. زي ايه? زي اجهزة الرادار. ويمكن انتو خدتوا مثال على كده في مادة التحكم الالكتروني. اه نظام اه راداري مضاد للطائرات. رادار طبعا بيرسل موجات لاسلكية في الجو. ولو في اي طيارة معادية ولا حاجة الموجات دي بتصطدم بيها. فبترتد بسرعة للرادار بيستقبلها ويحدد على اساسها موضع وسرعة الطائرة. وطبعا الرادار بيكون متصل بجهاز حاسب الالكتروني. ومتصل بيتحكم فيه تشغيل صاروخ بيكون مضاد للطائرات. فبيوجه الصاروخ ناحية الطائرة ويفجرها في الجو. الحرب الالكترونية برضو من استخدامات المايكرويو. يعني برضو في الجيوش مثلا العسكرية بيبقى فيه اجهزة لاسلكية بيستخدموها علشان تعمل تشويش على الرادار بتاع العدو. فبيبقى لها استخدامات برضو كتير. طيب تقنيات المايكرويوو الحديثة بالتصنيع العسكري. نجي نشوف بقى في الاستخدامات المدنية. هنلاقي فيه حاجة اسمها هي الملاحة البحرية والجوية. زي اللي احنا قلناها في العسكرية. بس هنا طبعا هيبقى فيه صفن وفيه طائرات بس مدنية. يعني بقى ما بتحملش اه صواريخ مثلا او اسلحة. يبقى بيكون فيها رادار. الرادار دوت علشان طبعا يحدد الاهداف اللي بتكون في نطاق الطيارة مثلا اه حواليها او زا كانت سفينة في البحر. طيب الاستشعار من بعد. طيب عندي بقى استخدامات اخرى زي التسخين وزي استخدامات طبية وصناعية. بالنسبة للتسخين احنا قلنا طبعا بنستخدمها موجات المايكرويف. بنستخدمها في افران المايكرويف المنزلية. والصناعية. يعني افران طبعا اه مش بتحتوي بقى على سخنات زي ما احنا عارفين. لا بيكون فيها طبعا اه دوائر. اه بتحول طبعا الطيار اللي هو الطيار المنبع اللي احنا بنستخدمه. اللي تردده منخفض. بيتحوله طبعا ليه ترددات عالية جدا في نطاق ايه المايكرويف زي ما قلنا بالجيجا هرتز. وعن طريق الموجات ده هي بيتم رفع درجة الحرارة بسرعة. بالنسبة بقى الاستخدامات الطبية والصناعية. هنلاقي فيه معالجة المواد والتكفيف والتغليف. معالجة الاورام. معالجة النفايات. تقنيات التصوير والمراكبة. ومعالجة الحرارة الزائدة. يبقى كده عندي استخدامات كتير زي ما احنا شفنا بالنسبة لموجات المايكرويف. هنيجي بقى نتكلم مع بعد على نظام اتصالات المايكرويف. ايه هو نظام اتصالات المايكرويف? طبعا علشان نبقى احنا فاهمين. نظام اتصالات المايكرويف هو نظام اتصال لاسلكي. طيب بيستخدم نطاق ترددات المايكرويف. اللي هي ايه بقى? من واحد جيجا هرتز الى تلتميت جيجا هرتز. وناخد بالنا من الرقم ده كويس قوي. لانه برضو بيجي في سؤال مهم في الامتحانات. ويلاخبطة. يعني يجيب لك السؤال في اختيارات مثلا. ويقول لك نطاق ترددات المايكرويف. من. ويجيب لك ما بين الاقواس. من واحد ميجا هرتز الى تلتميت ميجا هرتز. ولا من واحد جيجا الى تلتميت جيجا. ولا من واحد جيجا الى تلاتين جيجا هرتز. طبعا لازم ناخد بالنا كويس. ان ترددات المايكرويف من واحد جيجا هرتز الى تلتميت جيجا هرتز. طيب ايه كمان? نزام اتصالات المايكرويف يعتمد على وجود خط رؤية. بين هواء المحطة المرسلة وهواء المحطة المستقبلة. ويتحقق خط الرؤية في الصورة العليا. ولا يتحقق في الصورة السفلة. طيب يعني ايه خط الرؤية ده? طبعا كلمة خط رؤية يعني معناها هواء الارسال وهواء الاستقبال لازم يبقوا شايفين بعض. يعني ما يبقاش فيه اي عائق بينهم. يعني لا فيه جبال مثلا او مرتفعات او مباني تكون عالية. ما تكونش موجودة بينهم. لان اي جبال او اي عوائق موجودة هتمنع الاشارة ان هي يتمر. يبقى تاني نظام اتصالات المايكرويف هو نظام اتصال لاسلكي. يستخدم نطاقة ردودات المايكرويف اللي هي من واحد جيجاهرتز الى تلتميت جيجاهرتز. ويعتمد على وجود خط رؤية بين هواء المحطة المرسلة وهواء المحطة المستقبلة. ويتحقق خط الرؤية في الصورة العليا ولا يتحقق في الصورة السفلة. طيب تعالوا نبص تاني كده على الشاشة. يبقى نظام اتصالات المايكرويف زي ما قلنا. نظام اتصال لاسلكي. يستخدم نطاقة ردودات المايكرويف من واحد جيجاهرتز الى تلتميت جيجاهرتز. ويعتمد على وجود خط رؤية بين هواء المحطة المرسلة وهواء المحطة المستقبلة. ويتحقق خط الرؤية في الصورة العليا ولا يتحقق في الصورة السفلة. وطبعا يتحقق في الصورة العليا. يعني معناه كل ما الهوائيات تكون على ارتفاعات عالية هتبعد عن المباني وتبعد عن الجبال او اي مرتفعات. وبالتالي هيبقى فيه خط رؤية. ولا يتحقق في الصورة السفلة. يعني لو ارتفاعات الهوائيات صغيرة ارتفاعها قليل هتكون قريبة من الارض. وبالتالي اي عائق او اي مرتفعات او اي مباني هتمنع الاشارة ان هي توصل. وبتستخدم اتصالات المايكرو ويف لنقل الاشارات الهاتفية بين السنترالات والاشارات الازاعية والتلفزيونية. زي ما احنا قلنا من شوية بنستخدمها كمان في الاقمار الصناعية. علشان تنقل طبعا الاشارات الخاصة المحطات التلفزيونية. طبعا بالنسبة لخط الرؤية لو جي في سؤال وقال لي عرف خط الرؤية. يبقى خط الرؤية هنا معناه ايه? نقول هو خط مباشر بين هواء المحطة المرسلة وهواء المحطة المستقبلة. ويتحقق خط الرؤية في الصورة العليا ولا يتحقق في الصورة السفلة. طيب ويمكن الصورة اللي باينة قدامنا دلوقتي على الشاشة بتوضح الكلام دوت. ايه دي عندي محطة ارسال ومحطة استقبال. وزي ما احنا شايفين الهوائيات هنا الارتفاع بتاعها عالي. اعلى من المباني والاشجار. فبالتالي هيبقى فيه خط رؤية. اللي هو زي ما قلنا خط مباشر بين هواء المحطة المرسلة وهواء المحطة المستقبلة. لو تحقق في الصورة العليا يعني يبقى بعيد عن المباني واي عوائق تمنع الارسال. ولا يتحقق في الصورة السفلة. طبعا لو الهوائيات دي الارتفاع بتاعها صغير. يعني لو قصيرة تحت كده. فبالتالي هنلاقي الموجات هنا هتصدم بين بين المباني طبعا والاشجار واي عوائق هتمنع ان الاشارة انها هتوصل طبعا لهوائي الاستقبال. يبقى احنا كده عارفنا خط الرؤية خط مباشر بين هواء المحطة المرسلة وهواء المحطة المستقبلة. ويتحقق في الصورة العليا ولا يتحقق في الصورة السفلة. طيب برضو الصورة اللي قدامي دلوقتي بتوضح دي اتصالات طبعا عن طريق الاقمار الصناعية. زي ما احنا شايفين الامر الصناعي احنا قلنا من شوية من الاستخدامات استخدامات المايكرو ويف انها بتستخدم برضو في الاتصالات الفضائية والاقمار الصناعية. فهنلاقي طبعا هنا ادي هواي الارسال يرسل الموجات اللي هي موجات المايكروويف اللي هي تردداتها عالية جدا زي ما احنا شايفين بتختارك طبعا الغلاف الجوي علشان توصل للقمر الصناعي طبعا الامر الصناعي بيستقبل الموجات ديت ويكبرها ويعيد ارسالها مرة تانية الى الارض علشان طبعا يتم استقبالها عن طريق محطات الاستقبال يبقى من ضمن استخدامات المايكروويف الاقمار الصناعية او اتصالات الاقمار الصناعية طيب عندي بقى مميزات انظمة المايكروويف اول حاجة سهولة تركيب النظام سهولة تركيب النظام يعني ايه يعني احنا عارفين طبعا المكونات بتاعت انظمة المايكروويف بتكون التركيب بتاعها سهل وبسيطة زي ايه احنا عارفين طبعا من ضمن الاستخدامات احنا عندنا في البيت بنستخدم الريسيفر علشان نستقبل الاشارات او المحطات التلفزيونية عن طريق الاكمار الصناعية طبعا نظام الاستقبال اللي احنا بنستخدمه في البيت ما هو نظام بسيط جدا ريسيفر حجمه صغير وبسيط ومش مكلف وهوائي طبعا للأكمار الصناعية اللي هو عبارة عن هوائي الديش فمن خلاله طبعا بنقدر ان احنا نستقبل القنوات طبعا الفضائية عن طريق الأكمار الصناعية بسهولة تاني حاجة من المميزات تكلفة قليلة مقارنة مع الانظمة الاخرى يعني المكونات برضو بتاعت انظمة المايكرويف هتبقى التكلفة بتاعتها اقل لو جيت قرنتها مع انظمة اتصالات اخرى تالت حاجة الوسوقية العالية نظرا لوجود انظمة حماية بتعمل على تأمين استمرارية الخدمة عند تعطل احد الاجهزة او عند اجراء عمليات الصيانة يعني معناه ان الاشارة هتفضل موجودة ومستمرة حتى عند اجراء اعمال الصيانة فبقى في اجهزة طبعا اجهزة حماية وبتعمل على تأمين استمرارية الخدمة رابع ميزة سعة النطاق الترددي الذي يمتد بين واحد جيجا هيرتز الى تلتميت جيجا هيرتز طب وهنا سعة النطاق الترددي دي ايه الميزة فيها؟ طالما ان النطاق الترددي بتاعي كبير جدا زي ما احنا شايفين فبالتالي هقدر ان انا انقل كم هائل من المعلومات من خلال طبعا النطاق الترددي الواسع ده يعني معناه يبقى في عندي قنوات اتصال بتكون طبعا عددها كبير جدا واخر حاجة من المميزات صغر دوائر انظمة المايكروويب نظرا لكسر طول الموجة زي ما احنا عارفين طبعا دلوقتي يعني ابسط مثال هنلاقي عندنا في الاستخدامات في البيت الروسيفر اللي احنا بنستخدمه طبعا دلوقتي حجم الروسيفر بقى صغير جدا وبالتالي يعني دي تعتبر ميزة كبيرة ممكن يجي لي سؤال هنا في الجزئية دي يقول لي علل مثلا صغر دوائر انظمة المايكروويب ليه حجمها صغير بالطريقة دي نظرا لكسر طول الموجة احنا لسه قايلين طبعا من شوية ان موجات المايكروويب بتكون اطوال موجاتها قصيرة جدا وبالتالي العناصر بقى اللي احنا هنستخدمها طبعا والمكونات الالكترونية يكون حجمها ايه صغير طيب نيجي بقى نتكلم على عيوب انظمة المايكروويب اول حاجة من عيوب انظمة المايكروويب الحاجة لوجود خط رؤية بين المرسل والمستقبل طب حد يقول لي طب ودعب اه طبعا ليه لان في بعض الاماكن ممكن ما يتوفرش خط الرؤية ليه بسبب طبعا طبيعة التدريس الجغرافية للارض زي ما احنا عارفين ان في مناطق بيقى فيها جبال وفيها مرتفعات طبعا في الحالة دية الجبال والمرتفعات دية هتمنع الاشارة انها توصل لمحطة الاستقبال فبكده مش هيتوفر خط الرؤية يبقى دوت كده من عيوب انظمة المايكروويب طب نتغلب على العيوب دوت ازاي عندي طبعا لو ما توفرش خط الرؤية يبقى بنستخدم حاجة اسمها محطات تقوية ومحطات التقوية دية يعني بنسميها محطات منولة يعني ايه؟ يعني محطة التقوية دية بتتحطى على اعلى منطقة في المكان اللي هو اللي في مرتفعات او جبال اللي هي منع الاشارة انها توصل للطرف الاخر فيتحطى على اعلى منطقة محطة ايه؟ منولة اللي هي محطة تقوية المحطة دية تستقبل الاشارة من محطة الارسال وهي تعيد توجيهها مرة تانية لمحطة الاستقبال عشان كده بنسميها محطات ايه؟ منولة وبكده اقدر اتغلب على مشكلة ايه؟ خط الرؤية طيب العيب التاني الحاجة الى مواقع خاصة ومحددة لمحطات التقوية يعني ايه؟ يعني محطات التقوية برضو اللي احنا بيستخدمها بقى للارسال والاستقبال لازم يكون لها اماكن ايه؟ اماكن محددة يعني ما ينفعش تحط في اي مكان طيب ليه؟ عشان زي ما احنا لسه قيلين اول حاجة بالنسبة للمرتفعات يبقى لازم محطة التقوية تتحطى على اعلى منطقة طيب تاني حاجة محطات التقوية دية الموجات بتاعتها اللي هي موجات المايكرويف بتكون طبعا الترددات بتاعتها زي ما قلنا عالية جدا وطاقة الارسال بتاعتها كمان بتكون ايه؟ كبيرة فلازم تكون المحطات دية بعيد عن المباني والمناطق اللي هي فيها سكان يعني ما تكونش يعني فوق العمارات مثلا او بالقرب من المباني السكنية ليه؟ علشان الموجات اللاسلكية دي ما تأثرش حتى لو على المدى البعيد على السكان اللي موجودين في المنطقة فعلشان كده بيبقى فيه معايير دولية طبعا بيتم مراعطها هنا في النقطة دي ان محطات التقوية دي يبقى لها اماكن محددة علشان ما يبقاش فيه منها اضرار طيب العيب اللي بعد كده مشكلة توفير الطاقة الكهربية العالية اللازمة لتشغيل محطات التقوية يعني محطات التقوية اللي احنا بنستخدمها طبعا محتاجة طاقة كهربية عالية لتشغيلها فدي تعتبر من احد العيوب رابع حاجة التأثر بتقلب الظروف الجوية الله هي موجات المايكرو ويف مش هي موجات لاسلكية وإحنا خدنا من بداية المنهج وقلنا طبعا ان الموجات اللاسلكية هي موجات كهرومغناطيسية والموجات دي طبعا بتنتشر ايه في الغلاف الجوي ولو تردداتها زادت عن 30 ميجاهرتز بتخترك الغلاف الجوي عشان توصل للفضاء الخارج طب اي موجات لاسلكية طبعا بتتأثر بيه الظروف والعوامل الجوية زي الضباب مثلا السحب الامطار نتيجة طبعا لمرور الموجات في طبقات الجو العليا زي ما احنا عارفين في طبقات زي طبقات الايونوسفير فبالتالي الموجات هنا بتعاني من العوامل الجوية دي فتسبب فيها بعض الايه التشويه او الشوشار طيب كده احنا عارفنا مميزات وعيوب انظمة المايكرو ويف طب نظام اتصالات المايكرو ويف بقى بيتكون من ايه محطة ارسال ومحطة استقبال وبينهم خط الرؤية وفي حالة عدم توفر خط الرؤية تستخدم محطات تقوية معيدة زي ما احنا قلنا من شوية عايزين نعرف بقى مع بعض مكونات نظام المايكرو ويف يعني محطة الارسال بتتكون من ايه وطريقة عملها ونشوف كمان محطة الاستقبال بتتكون من ايه وطريقة عملها ولازم نفرق ما بين حاجتين مهمين قوي ان محطات المايكرو ويف في منها نوعين في محطات مايكرو ويف تماثلية وفي نوع تاني محطات مايكرو ويف رقمية او انتقالية وطبعا الفرق واضح يعني ما بين الاتنين هنلاقي ان في المحطات التماسلية ان اشارة المعلومات اللي انا برسلها هي بتكون اشارة تماثلية سواء بقى اذا كانت صوت او صورة او فيديو او اي بينات طبعا بتتحول بقى لاشارات كهربية طبعا ويتم تعديلها وبعد كده بيتم تجبيرها وهنا يعرف المراحل كلها دلوقت ويتم ارسالها فهي تم ارسالها ويه ايه تماثلية ولما بيتم استقبالها برضو فهي اشارات تماثلية لكن بقى المحطات الرقمية من اسمها انه بيتم تحويل اشارة المعلومات من تماثلية الى رقمية ده في حالة الارسال يبقى في محطة الارسال الرقمية يتم تحويل اشارة المعلومات من تماثلية الى رقمية قبل ارسالها وفي محطة الاستقبال الرقمية العكس بقى هنستقبل الاشارة اللي هي معدلة ورقمية فلازم يتم تحويلها الى اشارة ايه؟ تماسلية علشان ترجع طبعا لنفس المعلومات اللي تم ارسالها طيب تعالوا مع بعض كده نشوف عندي مكونات نظام المايكرويف زي ما احنا قلنا يتكون من محطة ارسال ومحطة استقبال وبينهم خط رؤية مباشر وفي حالة عدم طوافر خط الرؤية بتستخدم محطة تقوية معيدة وزي ما احنا قلنا محطة التقوية يعني بتقول اشارة وتعيد ارسالها طيب نبدأ بقى ناخد اول حاجة محطة الارسال ومحطة ارسال المايكرويف التماسلية زي ما احنا شايفين كده مكوناتها ايه؟ اول حاجة عندي معدل طيب المعدل دو طيب نبص كده على المكونات الاول وبعدين نقول وظيفة كل حاجة اول حاجة معدل وبعد كده مكبر تردد وسيط ومحدد بعدين مرحلة المازج ودايما مرحلة المازج بيرتبط بيها مرحلة ايه؟ المزبزب المحلي وبعدين مرشح امرار نطاقي بعد كده مكبر مايكرويف وبعدين مرشح امرار نطاقي اخر وبعد كده الاشارة بقى بيتم توصيلها عن طريق دليل الموجة الى هوائي الارسال وناخد بالنا الهوائي هنا شايفين شكله عامل ازاي؟ هوائي طبق اللي هو زي هوائي لدش طيب نجي بقى نتكلم كده على كل مرحلة وظيفتها ايه؟ اول حاجة طبعا المعدل من اسمه وزي ما احنا عارفين يعني داير التعديل بيقوم بتعديل اشارة النطاق الاساسي اللي هي اشارة المعلومات ويتم تحميلها على تردد وسيط كمتو سبعين ميجا هيرتز يبقى دلوقتي تم تعديل اشارة النطاق الاساسي على تردد وسيط سبعين ميجا هيرتز لسه ما بقتش في نطاق المايكرويف طيب بعد كده تدخل على مرحلة مكبر التردد الوسيط والمحدد وطبعا زي ما احنا عارفين محدد يعني بيعمل على ايه؟ ازالة التغيرات التي حدست في اتساع الاشارة المعدلة يعني معناه ان لو الاشارة حصل فيها بعد الشوشرة او بعد التشويه المحدد دا زي ما احنا خدنا برضو فيه دروس قبل كده ان المحدد بيعمل على ازالة التشويه اللي حصل فيه اتساع الاشارة ومكبر التردد الوسيط يقوم بتجبير طبعا الاشارة النتجة من المعدل بالقدر الكافي ها لدخل المازج طيب المازج بقى يقوم بمزج اشارة المزبزب المحلي مع اشارة التردد الوسيط اللي هي نتجة من مكبر التردد الوسيط طبعا احنا عارفين المازج بيقوم بمزج الاشارتين ليه؟ علشان احصل على تردد المايكروويب طيب بعد كده هنلاقي فيه عندي مرشح امرار نطاقي من عملية المازج طبعا بينتج عدة ترددات مختلفة احنا طبعا بنبقى محتاجين تردد معين فلازم يتحط هنا مرحلة ايه؟ مرشح امرار نطاقي المرشح ده بيعمل ايه؟ يكون بامرار نطاق الترددات المطلوبة ويوصلها المين؟ مكبر المايكروويب طبعا يوم بتجبير اشارة المايكروويب ها النتجة من المرشح وتوصلها الى دليل الموجة عن طريق مرشح امرار نطاقي تاني وبعد كده يتم توصيل الاشارة الى هوائي الارسال المسؤول عن نشرها في الفراغ على شكل موجات كهرومغناطيسية طبعا زي ما احنا شفنا كده المكونات بتاعة محطة الارسال مكونات بسيطة زي ما احنا شايفين والرسمة كمان بسيطة ومهمة جدا لانها بتتكرر في الامتحانات وناخد بالنا كويس قوي من كلمة ايه تماثلية لان في عندنا رسمة تانية برضو ها مخطط صندوقي لمحطة ارسال واستقبال ايه مايكروويب رقمي تعالوا بقى نشوف كده المكونات مع بعض بسرعة تانية المعدل يكون بتعديل اشارة النطاق الاساسي يعني تحميل الاشارة المراد ارسالها اللي هي اشارة المعلومات على تردد حامل او تردد وسيط مقداره سبعين ميجا هيرتز تاني حاجة مكبر التردد الوسيط والمحدد يعمل على ازالة التغيرات التي وقعت على اتساع الاشارة التي يتم تعدلها ويعمل على تجبير الاشارة الى المستوى الذي يناسب دخل المازج طبعا لان ده مكبر فبالتالي بيوم بتجبير الاشارة اللي هي اشارة التردد الوسيط بالقدر الكافي لتوصلها الى دخل المازج طيب تالت حاجة المازج يكون بمازج اشارة المزبزب المحلي مع الاشارة الخارجة من مكبر التردد الوسيط للحصول على اشارة المايكرويب رابح حاجة مرشح امرار نطاقي اللي هو باند باس فلتر والمرشح ده زي ما احنا قلنا يسمح بمرور النطاق الترددي المطلوب يعني طبعا لان بينتج من عملية المزج ترددات مختلفة احنا محتاجين نطاق ترددي معين فيبقى المرشح يمرر النطاق الترددي المطلوب وبيمنع طبعا اي ترددات اخرى مكبر المايكرويب بيوم بتجبير الاشارة الخارجة من المرشح الى المستوى المطلوب وتمريرها من خلال مرشح امرار نطاقي الى دليل الموجة واخر خطوة توصل الاشارة الى هواء الارسال المسؤولة عن نشرها في الفراغ على شكل موجات كهرومغناطسية كده احنا عرفنا المكونات بتاعة جهاز الارسال المايكرويب التماسلي طيب الاشارة بعد ما بيتم ارسالها طبعا لازم يبقى فيه محطة استقبال علشان تقوم باستقبال اشارة المايكرويب دي طيب هيبقى فيه عندي برضو محطة استقبال مايكرويب تماثلي وناخد بالنا قوي من الجملة دي عشان الناس ما تلخبطش بينها وبين المحطة الرقمية ويمكن في السؤال يعني لو قالك وضح بالرسم التخطيطي مثلا مكونات جهاز ارسال مايكرويب تماثلي او محطة ارسال مايكرويب تماثلي فتبقى حاجة واحدة يعني سواء قال محطة ارسال او قال جهاز ارسال خلاص فهي بيتكلم عن ايه عن حاجة واحدة عشان ما نتلخبطش نتكلم بقى بعد كده على محطة الاستقبال عندي محطة استقبال المايكرويب التماسولية مكوناتها برضو زي ما احنا شايفين بسيطة بس هنبدأ منين بقى من هواء الاستقبال الاول يبقى اخدوا بالكم في الاستقبال هيبقى هواء الاستقبال اول مرحلة طيب بعد كده مرشح امرار نطاقي وبعده مازج مزبزب محلي بعد كده مرشح امرار نطاقي ومكبر تردد وسيط ومحدد وبعده مساوي وبعده كده كاشف طيب المكونات ده هي برضو هنقول كل مرحلة وظيفتها ايه طبعا اول حاجة الهوائي احنا عارفين هواء المايكرويب بيعمل ايه او هواء الاستقبال هيقوم طبعا بتجميع موجات المايكرويب وتمريرها الى دليل الموجة طيب يبقى الهوائي زي ما احنا عارفين هيجمع موجات المايكرويب اللي هي الموجات الكهروماغنطسية وبتتحول طبعا الى اشارة كهربية ويتم تمريرها الى دليل الموجة بعد كده مرشح امرار نطاقي هنا المرشح طبعا زي ما احنا عارفين برضو يقوم بتمرير نطاق الترددات الايه المطلوبة وتقليل نسبة التشوية مازج المازج هيقوم برضو بمازج اشارة المزفزب المحلي مع الاشارة النتجة من المرشح ليه بقى للحصول على اشارة التردد الوسيط خدوا بالكم هنا وظيفة المازج عكس وظيفته في محطة الارسال ناخد بالنا في محطة الارسال كان المازج بيقوم بمازج اشارة المزفزب المحلي مع الاشارة النتجة من مكبر التردد الوسيط للحصول على اشارة المايكروويب هنا طبعا العكس انا بستقبل اشارة المايكروويب لما بيتم مزجها مع اشارة المزفزب المحلي فانا بحصل على مين اشارة التردد الوسيط طيب بعد كده مرشح امرار نطاقي زي ما احنا اتفقنا ان المرشح ده فيدته بيقوم بامرار نطاق الترددات المطلوبة اللي هنا هتبقى مين اشارة التردد الوسيط طيب مكبر التردد الوسيط والمحدد برضو يعمل على ازالة التغيرات التي وقعت على اتساع الاشارة نتيجة مرارها في المرشحات والمراحل السابقة وبيقوم طبعا بتكبير اشارة التردد الوسيط توصل بعد كده الاشارة لمرحلة اسمها المساوي طيب المساوي دوت بيعمل ايه؟ بيعمل على ازالة التشويه يعمل على ازالة ايه؟ التشويه الحاصل على الاشارة نتيجة مرارها طبعا في المراحل الايه السابقة يعني اي تشويه حصل في الاشارة ها المساوي دوت بيتخلص منه بعد كده مرحلة الكاشف يوم بكاشف اشارة التردد الوسيط للحصول على اشارة النطاق الاساسي التي تم ارسالها من محطات الارسال طبعا تعالوا نبص بقى كده على المكونات ديات واحدة واحدة هواء الاستقبال يعمل على تجميع موجات المايكرو ويف وتمريرها الى دليل الموجة ثاني مرحلة مرشح امرار نطاقي يكون بتمرير نطاق الترددات المطلوبة وتقليل نسبة التشويه ثالث مرحلة المازج يكون بمازج اشارة المزبزب المحلي مع الاشارة الخرجة من المرشح للحصول على التردد الوسيط بعد كده مكبر التردد الوسيط والمحدد بيعمل على ازالة التغيرات الحاصلة على اشارة التردد الوسيط للحصول على مستوى سابت كما يعمل على تكبير الاشارة الى المستوى الذي يناسب دخل المساوي المساوي يعمل على ازالة التشويه الحاصل على اشارة التردد الوسيط نتيجة مرورها في المرشحات ودوائر المراحل السابقة اخر مرحلة الكاشف يعمل على كاشف اشارة التردد الوسيط وتحولها الى اشارة النطاق الاساسي التي تم ارسالها من محطات ايه؟ الارسال طيب كده احنا اتكلمنا على محطات او اجهزة الارسال والاستقبال المايكرويف التماسلية زي ما قلنا بقى ان فيه نوع تاني من محطات ارسال واستقبال المايكرويف وهي المحطات اللي هي الرقمية طبعا برضو فيه سؤال ممكن يجيلي في الجزئية دي في صورة مثلا اكمل او في صورة صح وغلط يقول لي تنقسم انواع محطات المايكرويف الى نوعين اساسيين نقط ونقط فيبنوا المحطات ايه؟ محطات مايكرويف تماسلية ومحطات مايكرويف رقمية طيب تعالوا بقى نشوف كده محطات المايكرويف الرقمية احنا قلنا الفكرة الاساسية لها انها بتعمل ايه؟ بتقوم بتحويل طبعا اشارة المعلومات ها اللي هيتم ارسالها بيتم تحويلها الى اشارة رقمية في محطة الارسال وفي محطة الاستقبال بيتم العكس بيتم تحويل الاشارة الرقمية الى اشارة تماسلية للحصول على نفس المعلومات السابق ارسالها تعالوا بقى نشوف مع بعض كده مخطة صندوقي لمحطة ارسال واستقبال مايكرويف رقمية اخدوا بالكم هنا الارسال والاستقبال الاتنين في رسمة واحدة يعني برضو عشان نفرق في السؤال لما يجيلي في الامتحان هنا الرسمتين يبقوا في إطار واحد الجزء العلوي منها بيكون عبارة عن محطة الإرسال والجزء الثاني عبارة عن محطة الاستقبال تعالوا نشوف مع بعض كده على الشاشة المخطط الصندوقي لمحطة إرسال واستقبال مايكرو ويف رقمية لو جينا بصينا كده على المكونات هنلاقي عندي زي ما قلت في النص اللي فوق ده ده عبارة عن محطة الإرسال والجزء الثاني اللي أسفل منه اللي تحت ده عبارة عن محطة الاستقبال طيب عندي هنا في محطة الإرسال المكونات ايه؟ أول مرحلة مشفر أول مرحلة مشفر طيب المشفر هنا فييدته زي ما احنا عارفين هيقوم بتحويل إشارة المعلومات من تماثلية إلى رقمية ما هي إشارة المعلومات اللي داخلة سواء بقى إذا كانت فيديو أو صوت أو بيانات الإشارة دي كانت تماثلية يتم تحويلها الأول لإشارة رقمية عن طريق المشفر وبعد كده تدخل إلى مرحلة المعدل الرقمية طب المعدل الرقمي هنا بيقوم بتعديل الإشارة الرقمية النتجة من المشفر وتحملها على تردد وسيط مقداره 70 ميجا هرتزي خدوا بالكم ده فيه الكلام بيتكرر اللي احنا شرحناه فيه محطة الإرسال المايكرويف اللي هي التماسلية هنلاقي فيه أجزاء منه بتتكرر لكن طبعاً الاختلاف كان في المرحلة الأولى اللي هو المشفر طيب الإشارة اللي نتجت من المعدل الرقمي اللي هي أشارة التردد الوسيط هتدخل على مرحلة مين؟ المازج طب المازج يقوم بمازج إشارة المزبزب المحلي مع الإشارة النتجة من المعدل اللي هي أشارة التردد الوسيط للحصول على إشارة المايكرويف وبعد كده بيتم تجبرها عن طريق مكبر وتوصلها إلى هواء الإرسال المسؤول طبعاً عن نشرها في الفراغ الهواء طبعاً بيحولها إلى موجات لاسلكية أو موجات كهروماناطسية عشان يتم إرسالها في الفراغ ناخد بالنا بقى الموجات نزلت كده وراحت وصلت لمين؟ لهواء الاستئباد طبعاً برضو ناخد بالنا من حاجة مهمة مش معنى ان احنا رسمين السهم دوت منحاني كده يعني معنى ان الموجات هتمشي كده منحانية كده في الجو لا ده احنا اتفقنا ان موجات المايكرويف بتنتشر في خطوط مستقيمة بس طبعاً علشان الرسم يعني ده رسم توضيح بيقولك ان الموجات هنا اللي هيتم إرسالها هتنتشر في الجو لحد ما توصل لمين؟ هواء الاستئباد الخاص بمحطة الاستئباد هواء الاستئباد بقى طبعاً بيقوم بتجميع موجات المايكرويف ويتم توصلها لدليل الموجة وتتحول لإشارة كهربية طبعاً ترددها طبعاً عالي لانها في نطاق المايكرويف ويتم تجبيرها من خلال مكبر ثم توصلها إلى المازج ناخد بالنا برضو المازج هنا في محطة الاستئباد ها هيتبقى وظيفته العكس لأنه هيمزج أو يوم بمازج إشارة المزابزب المحلي مع إشارة المايكرويف اللي هي اللي تم استئبادها للحصول على إشارة التردد الوسيط بعد كده في عندي مكبر تردد وسيط ومحدد المكبر هنا بيعمل ايه؟ بيوم بتجبير طبعاً إشارة التردد الوسيط الناتجة من المازج والمحدد بيعمل على إزالة الشوشرة أو التغيرات اللي حصلت على التساع الإشارة طيب بعد كده كاشف رقمي والكاشف الرقمي هنا بيقوم بكاشف إشارة التردد الوسيط وتوصلها إلى مرحلة مين؟ فك التشفير طبعاً الكاشف هو بيقوم بكاشف الإشارة يعني بيتخلص من الموجة الحملة ويوصل بقى الإشارة الرقمية ده هي اللي حصل عليها إلى مين؟ مرحلة فك التشفير ومرحلة فك التشفير هتبقى عكس المشفر اللي كان في جهاز الإرسال يعني معناه يوم بتحويل الإشارة الرقمية إلى إشارة إيه؟ تماثلية للحصول على نفس المعلومات السابق إرسالها طيب كده إحنا عرفنا المكونات قدامنا هوت ويمكن يعني الرسم مبسط وزي ما شفنا المراحل طبعاً يمكن معظمها نفس الشرح اللي احنا قلناه لمحطات الإرسال والاستقبال التماسلية مع اختلاف طبعاً المشفر ومرحلة فك التشفير طيب تعالوا نشوف كده المكونات مع بعض في جهة الإرسال بيعمل المعدل الرقمي على تحويل الإشارة اللي هي إشارة خارج المشفر إلى إشارة راديوية معدلة بتردد وسيط مقداره 70 ميجا هيرتز طيب تاني حاجة بتدخل الإشارة بعد كده إلى مرحلة المازج وبيتم مزج طبعاً الإشارة مع المزابزب المحلي للحصول على تردد المايكرويب ثم يتم تكبيرها وإرسالها إلى هوائي المايكرويب في جهة الاستقبال بقى إيه اللي بيحصل؟ بيتم استقبال الإشارة عن طريق هوائي الاستقبال ويتم تكبيرها ثم يتم إدخالها إلى مرحلة المازج للحصول على إشارة التردد الوسيط ثم بعد ذلك بتدخل الإشارة إلى مرحلة الكاشف اللي هو كاشف التعديل الرقم عشان يقوم بكشف الإشارة يقوم بكشف الإشارة والحصول على الإشارة الرقمية اللي هيتم توصلها بعد كده لمرحلة فك التشفير علشان يحول الإشارة من رقمية إلى تماثلية للحصول طبعا على إشارة المعلومات السابق إرسالها كده إحنا عرفنا المكونات محطة إرسال واستقبال المايكرويب الرقمية وعرفنا الفرق بينها وبين المحطات التماسلية والفرق طبعا واضح أن في محطات المايكرويب الرقمية أو يسموها الانتقالية بيتم تحويل الإشارة من تماثلية إلى رقمية في جهة الإرسال وفي محطة الاستقبال العكس بيتم تحويل الإشارة من رقمية إلى تماثلية في عندي بقى جزئية مهمة قوي في شروط واجب مراعتها عند تصميم محطات إرسال واستقبال المايكرويب يعني معناه لما احنا نيجي نصمم محطات مايكرويب في شروط واجب مراعتها طبعا أول حاجة طبيعة الموقع الجغرافي للمحط يعني أنا عندي دلوقتي محطة إرسال المايكرويب دي احنا اتفقنا أني لازم تتحط في مكان يكون عالي بعيدة عن المباني بعيدة عن المرتفعات بعيدة عن الجبال بحيث أني ما بقاش فيه أي عائق يمنع الإرسال وعلشان يتوفر عندي خط الرؤية طيب ده كده أول شرط اللي هو طبيعة الموقع الجغرافي للمحط ثاني حاجة قدرة جهاز الإرسال قدرة جهاز الإرسال يعني إيه محطة الإرسال اللي أنا هستخدمها دي محطة الإرسال اللي أنا هستخدمها أول حاجة طبعا أنا لازم أعرف الإشارة أنا عايز أرسلها لمسافة قد إيه وبالتالي لازم أحدد قدرة الإرسال بتاعة محطة الإرسال علشان أعرف الإشارة دي هتقدر توصل للمسافة دي ولا لا يبقى لازم أحدد هنا طاقة إيه الإرسال لجهاز الإرسال طيب ده دوت الشرط التاني يبقى إحنا قولنا أول حاجة طبيعة الموقع الجغرافي للمحطة ثاني حاجة قدرة جهاز الإرسال ثالث حاجة ارتفاع محطات الإرسال والاستقبال ارتفاع محطات الإرسال والاستقبال زي ما احنا اتفقنا برضو إن المحطات هنا لازم تكون على مكان عالي بعيد عن أي مرتفعات علشان يتوفر معايا خط الرؤية طيب الشرط الرابع عدد القنوات المتاحة لنقل البيانات وهنا معناها إيه بقى النقطة دي عدد القنوات المتاحة أنا دلوقتي لما جينا عرفنا في البداية وقلنا نظام اتصالات المايكرو ويف هو نظام لاسلك بيستخدم نطاق ترددات المايكرو ويف اللي هي من 1 جيجا هيرتز إلى 300 جيجا هيرتز خدوا بالكم إن ده نطاق تردد كبير جدا هل بقى محطة الإرسال اللي أنا باستخدمها هتستخدم النطاق التردد ده كله؟ طبعا لا ده هيبقى لها نطاق تردد ايه؟ معين طب النطاق التردد اللي أنا هستخدمه ده وليكن مثلا نقول مثلا ايه؟ من 1 جيجا هيرتز إلى 2 جيجا هيرتز مثلا النطاق التردد ده هيتقسم لكام قنال الإرسال والاستقبال ده المقصود بيه؟ يبقى احنا بنحدد هنا عدد القنوات الايه؟ المتاحة لنقل البيانات طيب الشرط اللي بعد كده مستوى التشويه بأنواعه على الإشارة المستقبلة زي ما احنا اتفقنا برضو في البداية وقلنا إن موجات المايكرو ويف هي موجات لاسلكية والموجات اللاسلكية بتتأثر بالعوامل الجوية يعني بتتعرض لبعض التشويه أو الشوشرة الإشارة بقى اللي هيتم استقبالها عند محطة الاستقبال هتكون تعرضت لنسبة تشويه قيمتها قد إيه؟ فلازم طبعا نكون محددين الكلام ده؟ لأن طبعا كل ما يزيد التشويه على الإشارة دي مشكلة كبيرة لأن ممكن تؤدي إلى فقد بعض المعلومات علشان كده لازم نحدد نسبة التشويه المسموح بيها الشرط اللي بعديها الترددات المستخدمة وسرعة نقل البيانات طيب الترددات المستخدمة وسرعة نقل البيانات يمكن أنا لسه قايل من شوية إن النطاق التردد اللي إحنا هنستخدمه طبعا لازم يتم تحديده وسرعة نقل البيانات هنا بقى مقصود بيها إيه؟ إحنا عارفين طبعا إن الترددات بتاعة الموجات كلما تزيد كلما تزيد فالموجات بتوصل إلى مسافة أبعد وبتكون أسرع فهنا بنقول إيه؟ إن كلما زاد التردد هتزيد سرعة إيه؟ الموجات وبالتالي سرعة نقل البيانات هتبقى أعلى طيب عندي في شرط كمان المسافة بين نقطتين الإرسال والاستقبال المسافة بين نقطتين الإرسال والاستقبال يعني إيه؟ يعني المسافة بين محطة الإرسال وبين محطة الإستقبال لازم نحددها طبعا هتبقى كم كيلومتر؟ ليه؟ علشان طبعا نقدر نحدد هل هيتوافر خط الرؤية؟ هل قدرة الإشارة المرسلة هتقدر توصل للمسافة دية كلها؟ ولا هنحتاج لمحطات تقوية؟ يبقى الشرط الأخير نبص كده مع بعض الشرط الأخير المسافة بين نقطتين الإرسال والإيه؟ والاستقبال. يبقى كده دول سبع نقاط يجب مراعاتها عند تصميم شبكات اتصال المايكرويب. وده سؤال مهم وممكن يتكرر برضو في الامتحانات. وزي ما احنا شايفين يعني الدرس بتاع النهاردة آآ يعني في معلومات آآ جميلة جدا ويمكن كلنا استفدنا منها آآ وصلنا لنهاية الحلقة كده النهاردة آآ يارب تكونوا استفدتم معانا واشوفكم على خير ان شاء الله في الحلقات اللي جاية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته